أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن السعي لإيجاد الحلول المستدامة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة هدف يدعمه تطوير أوجه العامل المشترك بين دول المنطقة وحلفائها الاستراتيجيين سموه قال في لقاء مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي في حلبة البحرين الدولية إن القيم التي تؤثر العمل المشترك من أجل ترسيخ السلام والأمن والاستقرار ستظل تسمو على مآرب التطرف وتستمر في تكريس المبادئ البناء من أجل رفعة وتنمية الأوطان وأشار سموه إلى ضرورة تعزيز قنوات الاتصال على مختلف الأصعد بما يؤسس لمستويات أكثر فاعلية من التعاون والتنسيق المثمر بما يعود بمردود مؤثر على توجهات تحقيق المزيد من التنمية والازدهار لشعوب المنطقة مؤكدا سموه التزام من مملكة البحرين وحرصها على الإسهام الفاعل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الإقليميين والدوليين في مواصلة تطوير منظومة التصدي لكل محاولات الإخلال بالأمن والاستقرار اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر